اشتركوا في القناة لا مش مكسب بس لا مكسب واداء الزمالك امبارح قدر يدي للتراجي التونسي درسي كبير اول تاكتك كالترون امبارح من احسن مباراة اللي عملها من اول ما مسك نادي الزمالك قدر يكون اداءه في الملعب اداء وقعي اداء متميز اختياره حتى للتشكيلة بتاعت نادي الزمالك النهاردة امبارح كانت اختيارات متميزة يعني لما شفنا امبارح زيزو في الجافهة مع حازم امام بيساعد مع حازم امام كان اختيار موفق حد بعينه لكن امبارح الزمالك كله كله كان نجوم ادر يلعب مطش تاكتيكي من الدرجة الاولى ادر يكسب التراجي بالتلاتة مش واحد ولا اتنين لا بالتلاتة بهنئ جمهور الزمالك جمهور اللي هو كان كلمة السر في الفوز امبارح الجمهور اللي هو تواجد في مطار الدوحة في استقبال نادي الزمالك ادر ان هو يكون الشرار الاولى او الدفع المعنوية الكبيرة لعبة نادي الزمالك امبارح الجمهور طول المباراة بشكل مثالي جدا 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 قدر يقف في ظهر نادي الزمالك هو ده اللي انا حابب ان انا اتكلم فيه دقيقة واحدة بس كده في بداية الحلقة ان جمهور يا جماعة هو اساس كورت القدم النهاردة احنا بنلعب في مصر في الدور المصري بنلعب يعني مفيش مفيش متعة لان الجمهور هو المطعة لحياة الكورت القدم الحماس والتشجيع القوي اللي بيجبر اللاعب ان هي تطلع اقصى ما في وسعها الجمهور بيخليك تلعب طول المباراة وانت متحمس وانت يعني لو هتكسل ثانية بتلاقي الجمهور بيشجعك برا بيخليك تلعب وتأدي الجمهور ده احنا عايزينه ان شاء الله في الملعب المصرية الفترة اللي جاية دي النموذج المشرف لجمهور الزمالك امبرح في الدوحة والاتصار المميز لنادي الزمالك والتدويج المميز لنادي الزمالك بنشكر كل لعبة الزمالك على الروح الكبيرة ونشكر اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك الكابتن اسماعيل يوسف وكابتن حماده انور كل الناس اللي سافرت مع الزمالك كل البعثة ان شاء الله اللي هترجع النهاردة بإذن الله الساعة 11 جمهور الزمالك كلهم هيبقى في استقبالكم في مطار القاهرة الابطال الحقيقيين اللي هم النهاردة قدروا يحققوا مكسب مهم جدا وهو ده نادي الزمالك المعودنا دايما على التدويج بالبطولات يا رب تكون فتحة خيرة على جمهور الزمالك معانا شغل حصري من قطر لنا ناس حبابنا عمل شغل حصري لبرنامج صارخة ناشئ معايا تقرير صغير كده للكابتن حماده انور نشوفه ونرجع لكم تاني تنظيم النهاردة وحاجة شعلت بسيط ليه بقرر أفريكيا وبناليين كبار سياسة المالك والتراك جابتني وتقولي النهاردة إن شاء الله ماتش النهاردة مكسب النهاردة يكون دابع لنا في أفريكيا وماتش السوبر مع الأهلي أنا قلت بالغرعة إن مباراة السوبر هتبقى ليها عام كبير في مباراة دور الثمانية والحمد لله كلام جواهد وحق نهاردة الحمد لله بريك سابق وإن شاء الله ده هايبق لنا دافع كبير بإسم الله في مباراة دور الثمانية بماصر كابتن وتقول إيه البرنامج صرخة ناشئ باهتمامه وبالناشئين وتقول إيه البرنامج صرخة ناشئ بلاك الناشئين هو عصر على الناشئ يهو عام الحاجة وكانها إن شاء الله يطلع ناشئين كتير من هذا زمالك هو لدي مالك نورتني يا كابتن معال فقالكم مبروح الفرحة حلوة الفرحة حاجة يا رب يا رب المصرين كلهم يبقى سعداء وفرحانين المكسب حلو البطولة حلوة بنشكر الكابتن حماد أنور على الكلمتين الجمال لبرنامج صرخة ناشئ وبنشكر حازم محمد المرسل بتاعنا في الدوحة اللي قدر يعمل لنا تغطية متميزة صور ولقاءات وحاجات كتيرة إن شاء الله هنشوفها بإذن الله على صفحة برنامج صرخة ناشئ أنا بهاني زمالكوية كلهم بهاني مصر بالبطولة الأفريقية لأن البطولة الأفريقية الزمالك لما يكسب الكونفدرالية ويكسب الصبر الأفريكي من التراجي ده انتصار جديد للكرى المصرية معايا من الدوحة اتصال هاتفي من الأستاذ حازم محمد اللي هو عمل لنا تغطية متميزة أستاذ حازم إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد أبارك عامل إيه؟ الله يخليك أستاذ حازم طمنا بقى على الأجواء بعد المباراة أستاذم كنتوا عاملين استقبال مميز في المطار للعيبة انبارح بقى بعد البطولة عملتوا إيه؟ جمهور المصري في قطر اللعيبة عملتوا إيه معاهم؟ والله أنا أقول أمس كانت مباراة جميلة من جمال التجاهات من ناحية الجماهير ومن ناحية اللعيبة ومن ناحية التنظيم وبنشكر ربنا طبعا على الفوز والحمد لله اللعبتنا سلعة رجالة وعلى قد المسئولية وإن شاء الله الفوز ده يكون دافع لهم أنه من شاء الله يكسبوا بطولة أفريقيا الجاية وفي عندهم ماتش السوبر احنا بالنسبة لنا احنا كجماهير عملنا طبعا استقبال حافل شراء في القرى المصرية ده حيئي ده حيئي استقبال بتاعكم كل الصحف وكل المواقع الرئيضية وكل الكنوات الإخبارية تكلمت عن استقبال جمهور الزمالك للزمالك في الدوحة كان استقبال مميز فعلا وكانت الانطلاقة الجيلة والشرارة اللي ده تدفع للعيبة طبعا 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 نحنا نفسنا الجماهير ترجع تامي للمدرجات في مصر ده حيئي وفي نفس الوقت برضو احنا بالقول برضو فعلا كان جماهير الزمالك بس برضو كان فيه جماهير من جماعة من جماعة الفرق المصرية احلي وبرسعيد واسماعيلية كانت موجودة معانا اخواتنا كلهم وشرقونا الفرحة ودي فرحة مش للزمالك بس ده فرحة للقرى المصرية كلها نحن ضربنا طبعا على الفوض استاذ حازم الأجواء بعد المباراة بقى كلمنا عن أجوائك وكجمهور مصر هناك في الدوحة الاحتفالات بالبطولة المكسب كلمنا عن الأجواء في الفندق لقومة لفريق النادي الزمالك والله الأجواء امبرح طبعا كابتن اسماعيل يسبق قافل على الفرق وكان وعدنا ان احنا نتقابل مع اللعبة في الفندق بعض المباراة لحيث التركيز وكده اللعبة كم مركزة وفعلان هو كان كلامه صحيح احنا امبرح الاحتفالات غروبة شغالة يمكن لقرب الفاكس على قرنش الدوحة ومحيط الاستاذ الجمهور امبرح اللي كانت موجودة كلها اه انا بقولك حوالي تسعة وتسعين في المية كلها جمهير زمالك الا عدد قليل جدا من فريد الترجي اه امس اخواتنا الكاتريين برضو كانوا الزمال كوية وكانوا بشجعوا عنها مبارح في المباراة اه جاء الزمالك طلع لقوة شعبية جامدة جدا مش في مصر بس لا في مصر وفي الوطن العربي كله اه الحمد لله رب على الفوز مبروك لك حازم وابنشكرك على التغطية المتبيزة اللي انت عملته هنا ابنشكرك كابتن حازم وبنقولك ان شاء الله يبقى فيه دايما تواصل بيننا وبينك بإذن الله بنشكرك كابتن حازم زي ما قلتلكوا جماعة النهاردة ليلة بيضة على جمهور نادي الزمالك البطولة مبارح اسعادة جمهور نادي الزمالك والشعب المصر كله معانا اغنية نادي الزمالك ونرجع لكم تاني بعد الاغذية ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل النهاردة زي ما قلتلكم يا جماعة من اول حلقة لنا في بنامج صرخة ناشئ احنا دايما بندور عن تميز بندور دايما على كل حاجة تفيد قطاعات النشئين في مصر لكل الالعاب كان معانا في حلقة من الحلقات نجوم كتيرة بدأنا نشتغل شغل تخصوص شوية كان معانا في حلقة دكتور ايمن تخصص خبير في الشغل البدني للعيبة النهاردة عاملين حلقة مميزة حلقة جديدة اختلاف كبير قوي معانا معكم النهاردة دكتورة ماروة نبيل اخصائية التخزية العلاجية وعدوة الجامعة العربية للتخزية للاطفال بنراحب بيك دكتورة ماروة ازاي حضرتك ازاي حرج فاندي الحمد لله يتم دكتورة احنا بنتكلم عن قطاعات النشئين وعايزين بنشوف العالم كله بيتقدم من حوالين مننا من خلال العلم النهاردة التخزية السليمة وتخزية الصحية بقت موجودة في كل فرق ربا في كل فرق العالم عايزين نتكلم عن التخزية كلمين حضرتك عن التخزية السليمة لان انا اطلع ناشئ قوامه او الحالة الصحية بتاعته من خلال التخزية تبقى حاجة كويسة طيب في الاول التخزية السليمة الصحية هي الاساس للأداء الرياضي لأي حد بيلعب رياضة سواء بقى كرة قدم او غيرها من الرياضات المختلفة اللعب الرياضي ده محتاج طاقة ومجهود يبزله هيخدم دين؟ هيخدم الرجال للتخزية السليمة طيب ايه التخزية السليمة وهي برضو كلمة عامة شوية يعني مش مختصة للرياضيين بس بس انا هقول ايه اللي الخاص للرياضيين التخزية السليمة ان الوجبة الغذائية بتاعتك يبقى محتوية على جميع العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجة ايه العناصر الغذائية للجسم بيحتاجة؟ الكربوهيدريت، البروتين، الدهون والسوائل اللي الجسم محتاجة طيب ايه المختلف في الرياضيين ان انا في العناصر دي؟ خلينا نتكلم برضو عن خطئين احنا متدرجين بين النيس ان الرياضي المفروض ما تاخدش دهون ما تاكلش دهون خالص عشان الدهون دي غلط طبعا ده غلط لان الدهون مصدر من مصادر الطاقة اللي الجسم محتاجة بس هي الفكرة كلها ان الدهون لازم تكون دهون صحية اه يعني الدهون اخدها من عناصر صحية طيب ايه الدهون كمان هي فيها حاجة فيتامينات فيها حاجة اسمها فات صلب البايتوم الفات صلب البايتوميز دي بيتامينات ما بتبقاش موجودة غير في الدهون فالدهون دي حاجة اساسية ما ينفعش الاستغناء عنها طيب اخدها منين الدهون الصحية دي اخدها من المكسرات اخدها من زيت الزتون يعني طبق الصلطة بتاعي احط فيه زيت الزتون اخدها من من الافوكاتو نوع من انواع الفاكهة الافوكاتو اخدها من السمك تمام الدهون الصحية طيب ده اول خطأ باسمعه كتير هي دارك ما بين الرياضيين في حاجة تانية برضو درجة باسمعه عنها كتير البروتين زود بروتينك بقى ده انت لاعب رياضي حقيقة المعلومة دي برضو يعني هو البروتين هيزيد بس بنسبة قليلة جدا يعني مش ده الاساسي بتاعنا اللي هيزيد للرياضي البروتين لما بيزيد الانسان الطبيعي بياخد من واحد لواحد ونص جرام لكل كيلو جرام طيب الرياضي بقى ياخد ايه؟ بياخد واحد وسبعة من عشرة جرام لكل جيلو جرام او اثنين جرام فالزيادة دي زيادة بسيطة جدا بينفعش ان انا ازود عن كده لان زيادة البروتين دي اللي هي اللحوم والفراخ وعمات البروتين بكل اشكاله بتعمل بتزود الامساك ده غير ان الكلام ممكن ما تستحملهاش يعني الخطأ الشائع اللي حضرت بتنويه عليه من دلوقتي هول لكل الرضيل ان ما زودش في البروتين اول بشكل عام يعني انا ما افضلش الولد في زيادة مسموحها لك بيها زيادة بسيطة جدا يعني ان انا النهاردة لأ البروتين مش بكتره مش بكتره خالص ايه بقى للمفروض يزيد فعلا بكميات كبيرة تكادن تكون الضعف هي الكربوهيدريت اللي هي بقى النشويات النشويات الرز والمكارونا والبطاطس انا بقولك ليه عشان برضو نفسر للنازل عشان الكلام يبقى بسيط ليه هقولها تفصيلي برضو في الكلام اللي جاء ان شاء الله الكربوهيدريت دي الانسان الطبيعي بياخد 3 جرام لكل كيلو جرام لا ابتدأ بقى من الرياضين اللي بيبزلوا مجهود لان هي مصدر الطاقة بتاعتي اللي بيتحول الجليكو جين الجليكو جين بيتغزن جوه الجسم بيبتدي كل ما الانسان يبزل طاقة يبتدي يطلع بصورة تدريجية طيب الكربوهيدريت دي الرياضي بياخد من 5 جرام ل10 جرام يعني الضعف الانسان الطبيعي لكل كيلو جرام تمام فالكربوهيدريت دي هي الاساس بتاع الطاقة بتاعتنا اللي هي بنقولها بين كوصين كده النشويات 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 تمام الجسم بيحتاج حوالي 65% نشويات 25% بروتين و15% دوين طيب الكلام ده دمع مهم جدا ناخد من الدكتورة تاني معلش عشان يبقى الناس معايا ومتابعة 65% دكتورة النشويات من توتل السعرات بتاعك تمام و25% البروتين من توتل السعرات بتاعتك والباقي الدهون الدهون اللي هي الدهون الصحية اللي هي المفروض بقى انها تبقى 10% كده يعني احنا قلنا 65% و25% عشرة تقريباً في المائة من 10% إلى 15% والتانية برضو البروتين من 20% إلى 25% تمام دي الحاجات الاساسية اساسية دي كونسط اساسي تبقى عارفة طيب تالي الرابع حاجة بقى وهي مهمة جدا السوائل اللي بتدخل الجسم كويس طيب السوائل دي مهمة جدا لازم ما وصلش الجسمي لمرحلة الجفاف وده لأي شخص مش لازم الرياضي بس طبعا الرياضي بيشرب أكتر لأنه بيفقد أكتر بطبيعي ان السوائل بتاعته تبقى أكتر من الشخص العادي طيب اعرف ازاي ان انا جسمي يوصل له السوائل المظبوطة أو مش مظبوطة من لون البول لو انا عندي جفاف لون البول هيبقى غامر او لون عصير التفاح فكده انا اعرف ان الجسمي عنده جفاف او ابني عنده جفاف محتاج يشرب مياه أكتر دي مهمة جدا يا جماعة يعني تتابعوا دايما الناس الجفاف دا لانه من اخطر الحاجات على الاولاد في مرحلة الطفولة مرحلة البراعن في القراءة القدم في اي رياضة كامل بتقوله الدكتور دا كلام مهم تفضل بتقوله طيب اول ما اللون البول يبقى خلاص كده زي شفاف مرفوش اي لون او اي حاجة كده انا جسمي فعلا بياخد السوائل المظبوط كده مفيش جفاف كده الامور الطبيعية طيب ايه بعد كده عايز اتكلم عن انواع الكربوهيدريت الشخصي ياخدها انا هرجعليك تاني معلش العصير حذر بتقوليلي ان المفترض ان الانسان الطبيعي مش للرياضي بس يشرب عصير كتير تمام الرياضي بقى العصير المهمة ايه اللي هو يقدر يشربها بصفة مستمرة يعني يعني سواء بيتمرن او بعد التمرين او طول اليوم طيب الرياضي هو المفروض المياه دي حاجة اساسية في حياتنا تمام سواء للرياضي او مش رياضي بس الرياضي بيشرب برضو مية اكتر بالنسبة اكتر طيب قبل التمرين او قبل الرياضة المفروض ان انا اكون شارب من 500 ملي لليتر قبليها بساعتين سوائل سوائل دي بقى مية او عصير في صورة طبيعية يعني طبعا مش هتكلم بقى على العصير والمواد الحفظة لا انا خلينا في العصير الطبيعية انا بكلم في اللي صح اه اه ماشي العصير الطبيعية افضل حاجة ياخدها الرياضي طبعا هي الحمضيات اولا الحمضيات بتزود المناعة بتاعت الجسم ففيها كمية فيتومين سية عالية تاني حاجة الحمضيات فيها املاح فبتزود الفقدان اللي الجسم بيفقدوا دورينج يعني نقول ببساطة البرتقان اللمون اللمون الجريفروت اليوستفان دي كل دي عصير مهمة جدا اه طيب اخدها ازاي السوائل بتاعتي هقلنا قبل الرياضة بساعتين بياخد من 500 ميلي لغاية لتر مية او سوائل تمام دورينج وقت التمرين او التدريب او انا بتضرب كل تلت ساعة لازم اخد كبايتين مية او كبايتين سائل تمام كل تلت ساعة يعني اثناء التمرين سواء كان تدريب او مطش او مطش لازم يبقى ازاة المية دي في ايدك او ازاة العصير المعمول اه وممكن ازود بقى على عصير البرتقان دي ممكن احط معلقتين سكر مثلا او حاجة او معلقتين عسل عشان تديني طاقة بور اكتر بور اكتر طيب وبعد التمرين على طول من الحاجات اللي انا لازم على طول خلال عشر دقيق لازم اعوض الجسم بالسوائل اللي انا فقدتها خلال التمرين تمام اشرب تاني 500 ميلي او لتر او لتر خلال ساعتين بعد التمرين طيب ده بالنسبة للسوائل طيب احنا النهاردة بنتكلم عن الرياضيين بشكل خاص يعني والناس كلها بشكل عام انا قبل ما اروح التمرين ايه اللي اكله و ايه اللي اشربه و اثناء التمرين وبعد التمرين يعني انا عايز انا كرياضي استفاد باليعني ايه الطريقة الصحية المناسبة اللي تخليني يابقى ماشي على الخط المستقيم طيب خلينا نتفق ان الانسان الطبيعي او التغذية الطبيعية بتتكون من ثلاث واجبات اللي احنا متفقين عليهم مستطار والغداء والعشاء وفيه واجبتين في النص اللي هم السناكس السناكس دي اللي هي يعني هاكل تفاحة في النص هاكل موزة هاكل خيارة هاكل طماطم هاكل طبق صلطة هاكل زبدي الرياضي بنزود شوية عن كده يعني بنخليها التلات واجبات ونحط في النص مثلا اتنين او تلاتة سناكس يبقى توتال السناكس في النص ستة سناكس مثلا طيب طيب امتى والموعيد المزبوطة اللي اكل فيها انت بيفطر عادي التمرين بتاعه دلوقتي مثلا الساعة خمسة قبل التمرين بتاعه بساعتين لتلات ساعات اكون واخد واجبة الرئيسية الواجبة الرئيسية قبل التمرين بساعتين او تلات ساعات دي بيكون بتحتوي على الجزء الاكبر من الكرباهيدريت ليه؟ لان انا عايزة اخليه يخزن طاقة عشان لما يطلع في التدريب بتاعه يبقى قبل التمرين بتاعه وفي نفس الوقت عايزة تكون اتهضمت صحيح ما تعملوش مشاكل في الهضم بيبقى قبل التمرين بتاعه بساعتين بساعتين يعني خلينا هون من ساعتين لتلاتة بس خلينا اتكلم في ساعتين ياخد الكرباهيدريت بتاعته طب ياخدها في صورة ايه؟ نشويات بتاعته الافضل ان هو ياخد النشويات المعقدة يعني ايه نشويات نوعين نشويات معقدة ونشويات بسيطة نشويات المعقدة دي اللي هضمها بيبقى صعب شوي وفي نفس الوقت بتاخد وقت عبال يعني بتتكسر بالراحة فهو بيخزنها في جسمه بياخد النشويات دي يروح مخزنها في جسمه على صورة حاجة اسمها جليكوزين وطول التدريب يبتدي يكسر فيها شوية في شوية فاتطلع دي النشويات اللي هي المعقدة البسيطة بياخدها وتروح مطلعها على طول كلوكوس فتديك باور في ساعتها زي السكر والعسل مثلا خدت معلقة عسل يدتني باور كسرت على طول طلعت كلوكوس طيب انا افهم من كده ان انا لو خدت معلقة عسل وانا بطمرن مفيش مشكلة اه يعني دي حاجة من الحاجات اللي انا كنت هقولها لك اللي انت عايز تحس ان انت محتاج طاقة شوية وخلاص انت بتغديت وانت داخل على التمرين وحاسس ان همدان شوية او محتاج شوية باور شوية معلقة عسل معلقة عسل او معلقة تفاح العسل ده او التفاح ده ممكن في اي وقت اه اه حتى وسط التمرين وسط التمرين اللي هي اسمها النشويات البسيطة اللي هي سريعة السريعة السريعة اه اللي انا حسيت شوية ان انا تعبان او مجهودي قليل فاخد حاجة سريعة تديني الباور على طول تمام نشويات المعقدة دي حاجة عشان تقعد معاك عشان تديني الباور على مدار الساعات التول اللي هي الطريقة الصحية اللي هديك قلت عليها اللي هي من قبل التمرين بساعتين قبل التمرين بساعتين اللي هو يأكل ايه بقى اللي هو الرز العيش الماكارونا هنبعد طبعا على الحاجات اللي فيها مقليات يعني مثلا هو النشويات دي ممكن تبت بيتزة مثلا النشويات بس الله أفضلها خلينا في الحاجات الصحية نتكلم طبعا الرز بالخضار بالكتعة فراخ مثلا الزغير طب أنا خلينا أسألك بقى سؤال مهم شوفين برضو عشان عايزة الوجبة الصحية في الفطار والغدى والعشا للبراعن يبقى شكلها ازاي؟ طيب الوجبة الصحية هتحتوي على اللي أنا قلته اللي هو الشويات والدهون والبروتين يعني احنا الطبيعي بنفطر الطبيعي كلنا بنفطر مثلا بفول بضيب جبنة حلو جدا هو هيكل نفس الكم ده فهو محتاج أكتر منك ليه لأنه هو بيفزل مجهود فسعراته لو الإنسان الطبيعي بياخد ألفين سعر حراري ده بياخد أربعة ألف سعر حراري لأنه بيحرق الألفين التانيين فبيوصلوا في الآخر الألفين سعر حراري ليخلوا جسمه سيبت على وزنه ويخلوا صحي طيب هو بياخد نفس الأكل اللي انت بتاكله ده هتاكل مثلا الصبح الفطار وليكن بيت وعيش ولبن تمام وأي فكهة أو خضار تمام واجبغ زي فيها البروتين بتاعك البيت واللبن وفيها الفكهة فيها الكربوهيدريت بتاعتك البسيطة وفي نفس الوقت فيها الدهون ممكن حط على الصلطة مثلا أو أي خضار حط عليها زيت الزتون تمام أنا كده أخدت كل حاجة أو أخدت مثلا حبة مكسرات بعد الفطار بعد الفطار أنا كده أخدت الدهون الصحي اللي أنا محتاجها كده أنا الفطار بنسبالي كده أخدت منه الحاجة اللي أنا أعيز تمام الرياضي هياخد بس ماذا أنت النسان الطبيعي بياخد بيضاء وابتين هو هياخد تلاتة تمام العيش إحنا هناخد مثلا رغيف صغير لا هو هياخد رغيف كبير ده الناشئ والبرعب والناشئ والبرعب لأنه هو هيحرقهم بعد كده تمام نخشي بقى على الغداء على الغداء الغداء عندك الرز أو المكارونة بتاعك الطبق الرز أو المكارونة بتاعك المفروض اللي هي الطبيعي بياخد خمس ستة عالق هو لا ياخد عشر معالق ناشئ معلق على حسب طبعا المجهود اللي بيبزله ومعرض أن أعيز أن نوه على حاجة أن المجهود بيخلي الكم مختلف ده حي يعني فيه أنشطة رياضية كتير بتختلف عن بعضها كنت لسا أسألك السؤال ده دكتورة كنت أقولك هو الناشئ فورط القدم ليه نفس الأكل ونفس الشربة بتاع اللي بيلعب مثلا الملاكمة أو مصارعة أو بيلعب كراتي أو بيلعب سلة هم نفس نوعية الأكل لكن الكم بيختلف لأن فيه الناس بتحتاج عشرة جرام لكل كيلو جرام ناشويات ده اللي هي الرياضيات العنيفة واللي بيزلوا فيها مجهود كبير جدا يعني بتبقى شديدة شوية فمجهوده غير مثلا واحد بيلعب لعبة بسيطة مثلا بنج بونج مثلا أو أو صحيح أو مش محتاجة مجهود فده غير ده طبعا ده الدكتور بتاع التغذية أو أخصائي التغذية اللي بيبقى معاهم في الفريق هو اللي بيحدد لهم ده فلا طبعا الرياضات مختلفة عن بعض والشخص اللي ما بيلعبش رياضة غير الشخص اللي بيلعب رياضة مختلفين بقى جوا حتى تصنيف الرياضيات هو التغذية السليمة أو الصحية عند الأطفال بتفرق معهم قدام بتفرق معهم لما يكبروا آه طبعا التغذية السليمة دي عادة لو الطفل تعود منه هو صغير أنه هو أكله يبقى أخضار وفكهة وبروتين واشرب اللبن واكل الزبادي واكل الخضار بتاعي واكل النشويات بتاعتي كاملة هيطلع بيحب الحاجات دي هيطلع بيأكل كده تمام لكن طول ما هو يعني أكله كله مثلا شوكولاتة ووشبسيهات وأكل من بره وأكل معلب ومصنع وسوسيس وعنبورغ وخلاص هيطلع بيأكل ده هو اللي عارفه مش هيقدر يحب الأكل التالي هيطع ودي دي المشاكل اللي احنا بنقابلها كتير جدا دلوقتي في أن شخص يبقى مليان شوية أو طخين وعايز يخس هو أكله كله متعود على الأكل اللي من بره اللي هو الجنك فود متعود على السكريات متعود على الجاتو متعود على الترك كل يوم بصورة يومية فمش عارف يبطل من يجد صعوبة جدا بقى أنه هو يبطل فيقول لك بقى إيه ده الدكتور عامل لنظام ضايت صعب جدا هو مصعب هو ميديك الأكل الصحي اللي أنت مفروض تاكله بس أنت مش قادر تعمله هتخلينا سأل حديك أقول لك هو الأكل اللي معظم الناس النهاردة بتعود عليه حتى الأطفال الصغيرة التكاوية من بره الحاجات دي أضرارها إيه على الرياضي وعلى الإنسان العادي صلاي دي حاجة من مدمرات الحياة اللي احنا عايشين فيها يعني أغلب الأمراض اللي احنا دلوقتي محطين بيها حقيقة سبابها الأمراض الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب كلها بسبب الأكل اللي من بره ده لأنه طبعا بيأثر على الكوليستيرولا في الجسم وبيأثر على حاجات تانية كتير بتباوز كل حاجة فالأكل ده يعني أنا يعني أنا نفسي كده إن كل أم وقب يبقوا كده عندهم توعية إن الأكل ده فعلا بيضمر صحي الطفل بيضمره أنا كرياضي أنا كرياضي إيه الأكل اللي أنا المفروض إن أنا أفضل دايما محافظة عليه لابني في مرحلة النشئين لحد ما يكبر بقى وبعد كده يبقى هو أنشئ على الأغذية السليمة اللي تدي له إن هو يكون ريادي كويس طيب هي أقولك إن يعني الأهم حاجة تحطها في يعني في ابنك كده إن أنت تعاوده إن هو يأكل أكل البيت وكل ما هو ربنا خلقه على طبيعته هو جميل يعني كل الخضار والفكهة كده زي ما هي كده تتأكل هي حاجة هيلة كده طبعا الصلطة إن أنا أقطع الفلفل زي ما هو كده على البصل على الخيار على الطماطم زي ما هو كده أنا أنا أحط عليه حبة كمون أو حاجات بسيطة هو حاجة جميلة هو حبه للخضار والفكهة والحاجات وبعده عن المقليات يعني البعده البعد عن المقليات يعني البطاطس البطاطس دي ناس أقولك مش مفيدة لا هي البطاطس مفيدة إحنا اللي خليناها مش مفيدة لما قلناها في الزيت طبنا كلها إزاي؟ كلها مسلوقة مسلوقة بطاطس بوري حط عليها كمون أعملها بأي طريقة أعطها في الفرن شويها أعملها صنية بدون أي أهم حاجة أنه أنت ما تدخلش فيها الزيوت أنت كده ضمنت أنها ساي هي مفيدة في حاجات بقى إحنا فاقضينها في حياتنا مثلا في النشويات مثلا البطاطا البطاطا يعني حاجة فيها كمية فيتامينز مفيدة كبيرة جدا يعني حاجةك بتنصحي الأولياء الأمور في المراحل الصغيرة للرياضيين أن البطاطا دي حاجة الساي حاجة مهمة جدا ويبعدوا عن المقليات في البيت يعني يبقى الأم كده عارفة أن هي البطاطا المقلية مش رسستسهال يعني والفراخ المقلية أعمل كل حاجة مش شوية كل حاجة سهلة تدخل في الفرن تعامل تطلع زي الفل لحمة وفراخ وبيطلعوا عضيين يعني مش لازم أحط عليها الزيوت والأملاح اللي خليه طعمها يتاكل هو لو حب الأكل أو خدع الأكل بالطريقة دي هو هيتعود عليه إم تعرف أن ابني وزنه وطوله مناسب مع المرحلة العمرية بتاعته طيب هي دي لها حسابات كتيرة يعني هو طبعا في حاجة عالمية اسمه CDC Curve ده هو الحاجة اللي 100% يطلع لك الوزن المثال طبعا إحنا يعني في طريقة مبسطة كده بنقولها عشان الأمهات في البيوت لو هم يعني مش عارفين يبصالوا لده كترة أو حاجة من الطفلة من سن 3 سنين لغاية 10 سنين لما يكون طوله أقل من 150 سنتي في معادلة بنحسبها كده المعادلة دي سن الطفل في 2 زي 8 تاني دكتور سن الطفل في 2 زي 8 الدبين هم مثال بقى دكتورة معلش يعني طفل عنده 4 سنين يبقى 4 في 2 زي 8 4 في 2 زي 8 4 في 2 زي 8 زي 8 16 16 ده الوزن اللي بنسبة 60% أو 70% صح 8 هو 16 سنين الطريقة دي احنا كده بنحسبها عامية يعني فهي ما بتطلعكش الوزن المثالي بنسبة 100% بطلعلك 70% الوزن التاعه بنشوف دلوقتي بعض الناس بتتجه للبيتامينات المكملات الغذائية عشان قاطر بيقولك انه ده هيدي لابنه او هيدي للولد اللي بنعبر رياضة جرعة اقوى وتخليه اقوى انت حاضيت مع الموضوع ده ولا لا؟ طيب خليني افرق ما بين الفيتامينات وما بين المكملات الغذائية اللي هي طالعة دلوقتي بروتين والكرياتين والحاجات دي المكملات الغذائية هي ممنوع منع باتل لأي طفل لأي شخص قلي من 18 سنة جايدلاين يعني عالمية بتقول ان المكملات الغذائية دي بداية من 18 سنة فهو كده خاص احنا البراعم والاطفال والبرا الموضوع ده برا الموضوع ده خاص برا المكملات الغذائية طيب الفيتامينات الفيتامينات بها ده موضوع تاني خالص يعني هكلم فيه بالعامية شوية يعني لكل الاشخاص مش للم فيه كونسبت ماشي كده ايه خد فيتامين مالتي فيتامين عشان صحتك هفتانة انا ضد صراحة الموضوع ده خالص ضد اغذي الفيتامينات كده على الفاضي والمليان اي شخص يكتب لأي شخص تاني قوله خد الفيتامين كذا وخد الفيتامين كذا ليه يعني فيه موجة طلعت كده مثلا في بطرب الفيتامين دي اللي هو ايه ده مصر كم واحد عملوا تحليل فطلعوا الفيتامين دي قليل بتاعتهم فبقيت مصر كلها بتاخد فيتامين دي طبعا دي حاجة مش صحة ابدا لان فيه تحليل لفيتامين دي انا بروح اعمل تحليل لفيتامين دي لقيته ليل هاخد فيتامين دي هلا وانا فيتامين دي بتاعي مزبوط وانا خدت فيتامين دي فزودت الفيتامين دي في جسمي بقى اكتر من اللازم ده صح؟ لا ده غلط طبق عليها بقى كل الفيتامينات اي حاجة في جسمي انا باخدها وهي مزبوطة لما زود عنها خلاص كده انا دخلت في حاجة غلط تمامين وكل حاجة ليها دكتور هو اللي يشخص وهو اللي يقولك مثلا لا انت عندك نقص في الكالسيوم الروح عن التحليل كالسيوم لا نقص في الكالسيوم هيديك كالسيوم لكن انت شخص طبيعي الكالسيوم بتاعك طبيعي مثلا اديك كالسيوم ليه؟ الاكل والشرب بيفرق في الطول والطول الولد او اسره؟ لا الاكل والشرب ما لهمش علاقة طول الطول ده يعني ليها حاجة تانية وده كاترة تانيين واخصين تانيين ليها علاقة بهرمونات هرمون في الجسم هو اللي هو السوماتروبي الهرمون ده يعني لو اي ام او اي اب لحظوا ان طفلهم مثلا الطول بتاعه مش مزبوط او هو قصير مثلا عن زميله او السن بتاعه بتوجهها الدكتور بطنة هو اللي بيحدد مثلا وبيعمل تحليل معينة تحليل ده هي اللي بتقول الجسم ده فيه نقصة الهرمون ده او لا بتدي تدهوله من بره وطبعا كل مكان بدري كل مكان احسن يعني بيوصل لسن معين وبيعرفش المكملات الغذائية الدكتورة مروه شايفها تبتدي مع الناشئين امتى؟ يعني المكملات الغذائية ده تبتدي اقدي للولد مكملات غذائية من امتى؟ من 18 سنة ولو انا حسيت ان الناشئ محتاج وفي قضية كل حدود يعني وي بروتين الكريتينين الحاجات اللي بتدي باور الحاجات دي في قضية كل حدود اصلا انا بدأ بتغذى كويس انا باخد كل حاجة من التغذية يعني كل حاجة هي موجودة في الغذائية بنشوف دلوقتي في اوروبا انهم بيعملوا مقاسات للعضلات ومقاسات للحاجات دي بالنسبة للناشئين والبراعم امتى بتدي اقول اعمل مقاس للعضلة انا شايف ان ابني عضلاته ضعيفة الكلام ده كل الحاجات دي بيحددها لك اخصائي التغذية في جهاز بيزر عليه بيقولك ان انت عضلاتك كذا والدهون بتاعتك كذا والطول بتاعتك كذا ووزنك كذا والمفروض تبقى كذا 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 لو انا عندي نقص في العضلات لا يبقى انت متاكلش بروتين بتاعتك كويس عندي دهون كتيرة يبقى انت كده بتاكل دهون كتيرة ابعد عن المقليات وقلل شوية في الاكل من برة مثلا او السكريات طيب انا بشوف يعني انا بحضر مبارات للناشئين وكده بشوف ان فيه اوليات بيلعبوا رياضة بس يبقى باسمهم برضو تخي يعني يكمله يكمله الرياضة هي الحال لا انا مش بتكلم على يكمله انا ازاي احافظ يعني اوصل للجسم المثالي يعني وانا لسه ناشئ صغير المفروض ان انا برضو بلعب رياضة وبابزل مجهود كتير طيب اول حاجة انا لازم اعرف سبب ان الطفل عنده سمنة ايه يعني فيه اسباب مرضية ودي بقى مش هنتكلم فيها لان ده موضوع تاني خالص فهو لازم يروح لدكتور اول حاجة بالتحاليل معينة بيعرف ان الطفل ده لا ما عندهوش لحاجة المرضية اللي تخليه في الوزن ده لو الموضوع طبيعي بقى والطفل خلاص طبيعي وكل حاجة طبيعية لا يبقى النظام الغذائي اللي هو بيعمله غلط او نظام الحركة اللي هو بمتابع غلط فلازم النظام الغذائي طبعا هيرجع من الام والاب لان الام هي اللي بتعمل العاكل فهي العصب اللي هي اللي هتحدد ان الطفل ده هي لازم هي تمشي على نظام الغذائي ده اللي هو ابنها هيمشي عليها يعني نفعش ان هما بقى ايه يبقى البيت كله احنا هناكل النهار ده كذا بس هو مش هيكل صعب لازم نظام الغذائي الصحي يبقى ماشي للأسرة كلها طيب انا عايز اخد من حضرت روجيتة كده للنظام الغذائي الصحي اللي انا كوليه امر او كأب او كأم في البيت ابتدي اعمله يفضل مع الولد في تمرين بعد التمرين طول اليوم يبقى هو ده هو ده بيسمو ايه الخطة بتاعته طول الوقت بحيث ان هو يفضل دايما القوام بتاعه مزبوط الجسم مفيش زيادة مفيش برضو الحاجات اللي اكل من الشارع عايز اقول السلبيات اللي برضو من الاكل من الشارع ده عشان برضو الناس تبقى عارفة الكلام ده كويس طيب هي مبدئيا لازم يبقى فيه كنسبت كده عند الام ان الاكل من برق ممنوع يغير بقى يعني ايه في المناسبات والسكريات والجاتوهات والحاجات دي برضو على اضيق الحدود فانت مش هتاكل مبارق يبقى هتتجه ان انت تاكل في البيت طيب الاكل في البيت خلاص الفطار سهل بيد وفول وعيش وجبنة وقلبان كلها حاجات صحية ما فياش اي مشكلة ادخل الفكهة في النص لازم يعني لازم تفاحة دي كده لازم كده تبقى حاجة اساسية في كل بيت تفاحة تفاحتين في اليوم لكل الاطفال الفكهة عمتا برضو حاجة اساسية لازم ياخد له اتنين تلاتة المكسرات تمام لازم جميع انواع المكسرات تبقى موجودة يعني ابسطهم الفول السوداني يعني ارخصهم كمان تمام رابع حاجة انا ابتدي على قدر الامكان اقلل من اللحوم الحامرة وازود من اللحوم البيضة اللحوم الحامرة دي لا بشينا الناس دايما بتعمل العكس يعني بتعمل العكس اللحوم الحامرة حقيقة هي فيها دهون غير صحية يعني هي مفيدة يعني انا فيها حاجات مفيدة وفيها حاجات ضرر فانا مش ببقى منحها خالص ماشي بس بقللها يعني متبقاش هي اكتر حاجة اللحوم الحامرة ايه ليه يبقى اكتر حاجة اللحوم البيضة والاسماك يعني الاسماك فيه كمية فواد رهيبة جدا فا اتمنى ان كل عائلة تاخد ان الاسماك يبقى يومين في الاسبوع يبقى حاجة قسية ويومين تانية او تلاتة يام لحوم بيضة ويوم واحد بس لحوم حامرة تمام امتى اقول بقى يعني اخر وقت الاتلف للولد عشان برضو يعني ما يحصلش زيادة في الوزن بتاعه قبل النوم بتلاتة اربع ساعات ده بالنسبة للرياض لكله لكل الناس كل الناس اه قبل النوم بتلات ساعات عشان الاكل يلحق يتخدم وتنام تعرف تنام يعني ام بس ولما تصحى تاخد الفطار بتاعت مفيش مشكلة خالص عندنا بقى المشروبات الغازائية اللي بقت منتشرة وكل الاطفال وكل الرياضين بشكل عام بيشربوها صحيح هي المشروبات دي هي ضرة اكتر من نفعها المشروبات الطاقة دي اغلبها بيبقى فيها الكافيين يعني عامة الكولا عامة والبيبسي والمنتجات دي كلها دي ممنوعة يعني الكافيين ده بيحبس المياه في الجسم فده مش حاجة صحة خلص تمام وده من الحاجات اللي بتعمل جفاف يعني تلاقي لون البول بتاعك غامق انت عندك جفاف ممكن تكون تشرب مياه كتير بس انت بتشرب كافيين كتير حضرتك بتحضاري بقى من المشروبات الطاقة نخلينا في الحاجات اللي حضرتك قلتها في اقول الحلقة اللي هي المشروبات اللي تعمل في البيت مفيش احسن منها ومفيش احسن من الحمضيات صراحة يعني فيه كمشروبات طاقة كويسة جدا اللي هي البرتقان واللمون والجريفروت حضرتك بتتبع الرياضة بشكل عام وكروت القدم بشكل خاص المجهود اللي بيفزله الولد في مرحلة النشئين بيخليه عايز دايما يعني الولد الولي الامر دايما عايز ابن طولي تسعين دي اه مثلا لو بيلعب ماتش تسعين دي اه عايزه قوي ونشيط بيحصل لحظات كده بيضع فيها المفروض ان انا يعني ايه اللي يخليني اخلي الولد بصفة مستمرة في حالة حيوية ونشاط في المبراءة او في التمرين او في اي حاجة طيب الحيوية ونشاط دي مش هيجي غير لو هو التزم بان قبل التمرين بتاعه قبلها بساعتين خد الكربوهيدريت بتاعته بطريقة كويسة وصحية وقبل التمرين على طول ممكن بنص ساعة او قبل التمرين على طول ياخد ياكل تفاحة مثلا او ياكل صمر تفاكها تدي له شوية كربوهيدريت بسيطة او سهلة او ياخد مثلا معلقتين عسل وممكن ياخد عصير مثلا عصير برطقان او عصير اللمون ونحط عليه تلات معالق سكر لو حست ان الطفل بيبقى ضعيف شوية فعمله العصير بتاعه اللي هو او عصير تفاح عصير اللمون عصير برطقان وزود عليه معالق السكر شوية هتديله بور في ساعتها يعني على طول الحاجات بقى اللي تساعد على تقويت الجهاز المناعة عند الطفل او عند البرع طيب هي الحاجات اللي بتزود جهاز المناعة هي بتزود يعني هي حاجات عامة بتزود لكل الناس تمام حاول برضو تاني اي حاجة ربنا خلقها على صورتها الطبيعية هي مليانة فيتامينز ومضادات اكسادة بتزود المناعة للجسم الحاجات المهمة قوي عندنا اول حاجة الحمضيات الحمضيات دي زي بورتقان واليوستفاندي والجريفروت واللمون دي بيبقى فيها نسبة فيتامين سي كبيرة جدا فبتزود المناعة بتاع الجسم فدي حاجة مهمة جدا في حياتنا تاني حاجة الفلفل الأحمر لا يا دكتورة قراريهم تاني معلش عشان تقول جهاز المناعة ده مهم جدا جدا يا جماعة تقول جهاز المناعة خاصة الفترة اللي احنا فيها دلوقتي مع انتشار الفيروسات فدي الأكل بتاع جهاز المناعة ده مهم جدا الفترة دي عمتها لكل الناس اه قولينا دكتورة كده عشان نبقى احنا بس يعني نكتبه ورا حددك طيب رقم واحد كل ما ربنا اخله على طبيعته فاكها وخضار هو مفيد صحيح وبيزود المناعة تعالى بقى ناخد شوية مختص شوية الحمضيات الحمضيات دي موجودة في ايه؟ في البرتقون واليستفاندي واللمون والغريفروت فيهم فيتامين سي الفيتامين سي ده بيقوي جهاز المناعة ده رقم واحد رقم اتنين حاجة مهمة جدا الفلفل الأحمر الفلفل الأحمر فيه ضعف الفيتامين سي اللي موجودة في البرتقون فده الضعف فلك انت تخيل كم الفيتامين سي فكم المناعة اللي بيزودها ماشي؟ تانية حاجة طبعا الخضار الخضار بجميع بكل حاجة بس هتكلم على البروكلي والسبانك لان فيهم فيتامينز كتيرة جدا وفيهم مضادات للأكساد فبرضو الحاجات دي بتزود المناعة تعالى لكم خمسة مثلا ممكن نتكلم على بس ممكن ده الناس الكبيرة شوية الشاي اللي اغدر الشاي اللي اغدر اه الشاي اللي اغدر يقول لك بس خد شاي اغدر الشاي اللي اغدر انت هتخس هو الشاي اللي اغدر ما بيخسس صراحة هو مفيد يعني ما عنديش اي لا المعلومة اللي عندي ان الشاي اللي اغدر بيخسس يعني معلومة غلط غلط يعني هو يعني بيساعد بنسبة بسيطة جدا لكن هو مش انت كل بقى الوجبة دي واخد الشاي اللي اغدر فانت هتخس كلام ده ليس مصبوط لكن الشاي اللي اغدر هو مفيد باي حين من الاحوال الشاي اللي اغدر فيه مفيدة جدا طيب الاسماك دي بتزود المناعة بشاكنا باع الأسماك التونة والمكريل والحاجات دي يعني حاجة نخليها خلاص يعني يومين ثلاثة في الأسبوع الفترات اللي جاية بالذات وخاصة في الشتاء يعني طيب ممكن نتكلم كمان عن المكسرات المكسرات فيها دهون صحية بتزود المناعة والبطاطا بقى أنا بشاكنا مع البطاطا يعني صراحة يعني زلعة حلقة لوحدها يعني أنا بقع فيها كم عهية بس عشان يعني احنا مقللين من شأنها شوية فيها كم من الفيتامينات لأ كبير جدا يعني تستحق الاهتمام طيب ما تدينها معلومة كده يا دكتورها معلش دقيقة واحدة للبطاطا يعني ده حاجة مهمة كده البطاطا فيها مضادات الأكسادة وفيها فيتامين إي بتزود المناعة بتاعت الجسم ده غير إن هي كاربوهيدريت معقدة فبتمدك بالطاقة والباوري ليه جسمك محتاجة يعني أنا بشكل عام ممكن تاكل قبل التمرين بساعتين كل اتنين بطاطا أو ثلاثة بطاطا انتخذت الكاربوهيدريت بتاعتك ما شاء الله يعني البطاطا ده عنصر مهم جدا مهم للرياضيين كمان أو للرياضيين كمان بعد التمرين بتاعتك بطاطا ده كاربوهيدريت كاربوهيدريت مفيدة كمان يعني طبع يعني وخليك كلم برضو عن نوع من أنواع الكاربوهيدريت المفيدة اللي ما يمكن نسيت أقوله الشفان أما هدول حقه برضو هو معلش البطاطا دي أنا دايما كنت تعرف أن البطاطا دي بيتتخذ أنا لما أخد بطاطين أو ثلاثة قبل التمرين مش هتدي تخن معايا أو وزن زيادة أما هو إحنا قلنا بقى أنت ليك كاربوهيدريت في اليوم ضعف الشخص الطبيعي عشان تديك الطاقة أنت بتحرقها يعني الرياضي الكاربوهيدريت دي بتتحرق خليمش هتدخنك والكيتو دايت دا أخبره إياه دكتور لا أنا صراحة يعني هختلف كتير مع داكاترا ويمكن يعني أضري فيها كيتو دايت دا أخطر نظام دايت تتعامل في الوجود صراحة يعني هو حلو قوي على يومين ثلاثة يعني لا ما هو حضرتك دلوقتي إحنا في داكاترا كتير بتقوله أنه ليفايدة وحضرتك دلوقتي بتقولي لا ملهوشة عايزة أعرف بقى هو بيخاس هو بيخاس بس هيعمل لك مشاكل كتير تاني زي إيه بقى زي الدهون كمية الدهون اللي بتتراكم جوا جسمك المرارة مثلا شخص يكون عنده بدايات مرارة ما يكونش حاسس بيها الكيتو دايت ممكن يقيد مرارة لك يعني مش عايزة أقول إن في حالات توفت بسبب الكيتو دايت آه يعني وصل لدرجة دي فهو نظام الغذائي الصحي المتكامل إن أنا أكل كربوهيدريت ودهون ونشويات والاعتدال بقى فيهم دلوقتي إنت عايزة نظام غذائي صحي والاعتدال بس الاعتدال في جميع الأكل عايزة أخذ من حضرتك المشاكل فعلا بتاع الكيتو دايت دا بشكل مبسط كده للناس عشان الناس تعرف مخاطرهم يعني الناس تبقى معنا كده وعارفة إيه المخاطر بتاعتك الكيتو دايت دا النظام بيحول لك السيستم بتاع جسمك اللي ربنا خلقه لك إن أنا أخد أمنع نشويات وأخد دهون كتير فبالتالي جسمك بدل ما يبتدي النشويات كانت هي مصدر للطاقة يستخدم الدهون فقط كمصدر للطاقة فيبتدي قصر للدهون اللي جوه جسمك ماشي؟ أنا فقدت عنصر مهم اللي هي الكربوهيدريت بتمنع الكربوهيدريت فقدت عنصر مهم لازم أخده ما باخدش أي فوية بقى بتاعت الكربوهيدريت دي خالص طب أنا ممكن أصلاح لك قلت جملة مهمة قلت إن هو بيخسس طب أنا ممكن أعمله بيخسس لأنه أنت طبيعي بتاخد دهون بتمنع نشويات خالص فطبيعي جسمك ما بيجي بيحرق بيحرم الدهون هو ما فيش توازن؟ يعني ما يفعش في كيتو دايت أعمل توازن ما بين المحاطم بتاعته؟ ما هو يبقاش كيتو دايت بقى هو كيتو عشان ما ت... هو اسمه كيتو دايت عشان كده لكن ما فيش توازن فيه يعني ما يفعش مثلا عشان جسمك يطلع حاجة اسمها كيتو باديز اللي هي بدل الجلوكوز فهو ما فيش توازن يعني أنا صراحة لو هتقول لي أفضل نظام للتخصيص إيه؟ هقولك نظام الصيام المتقطع هندخل في موضوع تاني وتخصيص بس عشان إنت اتكلمت بالكيتو فلازم أدي كل حق حق لا أصدق معنا حد في الإعداد بيستخدم الكيتو دايت فهو اللي يسألني السؤال دا في الإبليس قال لي أسأله لحضرتك بصراحة حيب أنا بقوله يعني أحكي له بقى على الصيام المتقطع ممكن بعد الحلقة يعني يوقف دا ويدخل بداله بنظام الصيام المتقطع دا نظام هايل جدا يعني للجسم وأكل صحي ومتوازن وحاجة يعني ربنا حتى ادهاننا الصيام دي يعني ممكن في ديئة كده أعرف يعني صيام المتقطع صيام المتقطع دين أنت تصوم على الأكل 16 ساعة وتجمع أكلك كل الوجبات الغذائية اللي هي بقى الكاربوهدريت والبروتين والفاتس تاخدهم في 8 ساعات فأنا مثلا هبطل أكل ساعة 8 بالليل آخر وجبة كلتها 8 بالليل أفطر الصبح ساعة 12 أو الوجبة أخدها الساعة 12 خلال الساعة دي مسموح لي أن أنا أشرب مية أشرب حاجات فيها كفايين بس من غير سكر أنا هاخد تصريح من الدكتورة مروهو أن الكيتو دايت يا جماعة في مخاطر الصحية فدكتورة مروهو على مسئوليتها على مسئوليتها بتقول أن الكيتو دايت دا في أضرار صحية بلاش منه فإحنا جابين الدكتورة مروهو خاصية التغذية العلاجية عشان نستفاد منها عشان الأولاد عشان الجميع يعني إحنا النهاردة الحلقة مختلفة كليا وجزئيا عن الحلقات السابقة كنا بنجوم دايما نجوم قرد قدم إحنا النهاردة جبنا دكتورة مروهو عشان تدينا الأسلوب الغذائي المميز أننا من خلاله أقدر أبني قوام ناشئ يفيدني ويفيد المنتخبات ويفيد الأندية في المستقبل بشكر الدكتورة مروهو نبيل خاصية التغذية العلاجية بمصر بنشكر حضرت جدا جدا دكتورة وإن شاء الله نبقى حلقات كتيرة مع حضرتك بإذن الله إن شاء الله بإذن الله في نهاية الحلقة بشكر كل جمهور صرخة ناشئ على المتابعة وعلى الأسئلة اللي بيعتننا على حبر صفحات فيسبوك وتويتر والإنستجرام في الختام برضو بنهنئ جمهور النادي الزمالك للمرة التانية على الفوز بالصبر الأفريكي وإن شاء الله بإذن الله يحققوا مزيد من النجاحات وإن شاء الله نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم حلقة جديدة من بينامي خصرخة ناشئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة